اشتركوا في القناة من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقوامهم بدين الله وأحواطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي أيها الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام شهر محرم الحرام وأيام عاشوراء الحسين عليه السلام حيث أيام استشهاده واستشهادوا أهل بيته وبنيه وسبيع عياله وذراريه فعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه المواساة بحق محمد وآل محمد أيها الإخوة والأخوات الكرام ما زال كلامنا في الفقرات التي تكلم بها الإمام الصادق عليه السلام تكلم بها الإمام الصادق عليه السلام في زيارة سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام حيث وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة وهي التي قال فيها أشهد لك بالتسليم حيث أن الإمام الصادق عليه السلام بعد أن أتم السلام أو مرحلة من مراحل السلام على سيدنا أبي الفضل حيث قال سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين بعدها عليك يا ابن أمير المؤمنين وجميع الشهداء والصديقين عليك يا ابن أمير المؤمنين بعدها بدأ بمرحلة جديدة أو مرحلة أخرى من مراحل الزيارة وهي الشهادة حيث شهد لسيدنا أبي الفضل العباس بجملة من الخصال والفضائل والمكرمات التي لو أن أحدا ما حوى جزءا من واحدة منها وليس كلها جزءا أو حوى جزءا من واحدة منها أو حاز على واحدة منها لكفاه فخرا بذلك فكيف بمن حوى جلها فكيف بمن حوى جل هذه المسائل أو هذه الخصال حيث الإمام الصادق وهو صادق أهل البيت وكلهم صادقون وهو الإمام المعصوم وحجة الله في الأرض يشهد لسيدنا أبي الفضل سلام الله عليه بجملة من الخصال حيث بدأ بأولى هذه الخصال حيث قال عليه السلام أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة نبدأ بالخصلة الأولى وهي التسليم ما هو التسليم؟ التسليم تارة يمكن أن يكون بالمعنى اللغوي وتارة يمكن أن يكون بمعنى الإصطلاح ففي معنى اللغة التسليم هو الرضا الرضا بالحكم أو الرضا بهذا الشيء فالتسليم لغة أو الاستسلام ومن هذا القبيل في المعاني إما رضا أو استسلام قبول هذه معاني التسليم في اللغة أو بعض معاني التسليم أما في لسان الروايات التسليم ما هو التسليم في لسان الروايات؟ نذكر بعض الروايات مثلا رواية الإمام الصادق عليه السلام حيث في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقول الإمام عليه السلام التسليم الرضا والقنوع بقضائه بقضاء الله سبحانه أو بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وأيضا الرواية أخرى عن الإمام الصادق يرويها يا أبو بصير في قوله تعالى بخصوص التسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلى على محمد وعلى محمد حيث قال التسليم الصلاة عليه والتسليم له في كل حاجة جاء به أو بها يعني يسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وفي رواية عن الإمام الصادق أيضا أن كل من تمسك بالعروة الوثقة فهو ناج قال أي قلت أي الراوي ما هي قال التسليم معنى أن التمسك بالعروة الوثقة هو التسليم لصاحب الحق أو الحجة على الإنسان فحجة الله الإنسان يسلم إلى الحجة الذي جعله الله عليه وهو إما النبي أو الإمام المعصوم عليه السلام هنا بعض الأعلام وبعض أهل العلم قسم مراتب الإيمان ودرجات الإيمان إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى وهي أيضا لها علاقة بموضوع التسليم المرحلة الأولى هو مقام الرضا مقام الرضا أن الإنسان يرضى بما قسمه الله له ويقبل به بحيث أنه يجعل في قرارة نفسه أن كل ما يصدر من المولى جل وعلا هو لمصلحة الشخص فيه مصلحة له فعليه أن يرضى بقضاء الله وبما قسمه الله له سبحانه وتعالى وهذه مرتبة أيضا من مراتب الإيمان وصاحبها له شأن عند الله عز وجل توجد مرتبة أعلى من هذه المرتبة أعلى من مرتبة الرضا وهي مرتبة التفويض مرتبة التفويض أو ربما قد البعض يشير إليها مرتبة التوكيل مثلا فمرتبة التفويض أن العبد يفوض أمره إلى الله عز وجل يفوض أمره في كل ما عنده إلى الله عز وجل ويقبل به يعني هذه المرتبة أعلى من مرتبة الرضا الرضا قد يكون فيها شيء من ربما بعض الناس بعض الأمور يرغم نفسه على قبول هذه الأمور ويرضى بها أما مسألة التفويض لا التفويض أعلى بأن الإنسان يستقبل هذا الأمر برضاه وبحب وطاعة قد لا تشوبها عدم رضا أو أي أمر آخر يشوب هذا التفويض بأن الإنسان يوكل أمره إلى الله كأنه يقول بلسان حاله إلهي وربي أو كلت أمري إليك كذلك يوكل أمره إلى حجة الله التي جعله الله عليه مثلا النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم عليه السلام فيوكل أمره إلى هذا وهو إذا أوكل أمره إلى الحجة التي عليه وهو النبي أو الإمام فهو أيضا بالنتيجة يوكلها إلى الله عز وجل لأن هؤلاء المعصومين لا ينطقون إلا عن أمر الله ولا يقولون إلا ما يرضى به الله رضى الله رضانا أهل البيت كما في رواية عن الإمام الحسين رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على قضائه وفي الرواية يرضى الله لرضى فاطمة سلام الله عليه فرضى الله رضى أهل البيت عليهم السلام رضى الله سبحانه وتعالى هو رضى أهل البيت عليهم السلام فالذي يفوض أمره إلى الله وفي مرحلة التفويض يفوض أمره إلى الله أو إلى حجة الله التي جعلها الله عليه وهو النبي صلى الله عليه وآله في زمانه أو الإمام المعصوم عليه السلام المرتبة الثالثة أو المرحلة الثالثة أو الدرجة الثالثة من درجات الإيمان هي درجة التسليم وهي أعلى من الدرجتين السابقتين أعلى من التفويض والتفويض بدوره أعلى من الرضا فمسألة التسليم هي أعلى وأسمى مراتب الرضا ومراتب القبول ومراتب التفويض فبحيث أن العبد لا يرى لنفسه شيئا ليس نفسه لا يرى وجودا لغير وجود الله أن العبد إذا وصل إلى مرحلة التسليم لا يرى لنفسه شيئا ولا يرى للوجود كله أي شيء سوى الله عز وجل لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى وهذه مرتبة عظيمة جدا لا يصل إليها كل أحد بل لا يصل إليها إلا القلة النادرة أو القلة القليلة أو إلا الخواصة الذين امتحن الله قلوبهم فالإمام سلام الله عليه يشهد بهذا المقام السامي وهذه الدرجة الرفيعة وهذه المرتبة التي هي طريق السالكين إلى الله عز وجل ومنهاج المؤمنين يشهد لسيدنا أبي الفضل عليه السلام بأنه عنده تسليم تسليم لمن؟ لله عز وجل وتسليم للإمام ولحجة الله طبعا هو لم يذكر التسليم إلى الله وإنما ذكر فيما بعد الفقرات بعد هذه العبارات أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب لخلف النبي لم يقل للحسين ولم يقل لابن أمير المؤمنين قال لخلف النبي شهد له بالخلافة خلافة النبي وهي خلافة من الله عز وجل كما في حديث الغدير من كنت مولاه فعلي المولاه وفي روايات أنت خليفة أما ترضى أن تكون خليفة بعدي أو أنت خليفة بعدي روايات مستفيدة بهذا المعنى أن خليفة رسول الله بعده مباشرة هو أمير المؤمنين وبأمر من الله عز وجل ومن بعد أمير المؤمنين هم الأئمة المعصومون الذين جعلهم الله كما مثلا في إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الإمام أمير المؤمنين ثم من بعده أولاده الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسماهم بأسمائهم فهؤلاء هم حجة الله ومن يسلم لهم يسلم لهم في كل أمر وفي كل فعل يسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله ومن يسلم إلى النبي يسلم إلى الله أن أمر المعصوم هو من أمر النبي وأمر النبي من أمر الله سبحانه وتعالى فمن يسلم إلى المعصوم يعني يسلم إلى النبي ومن يسلم إلى النبي يسلم إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه فالتسليم هي مرتبة عظيمة جدا قد شهد بها الإمام الصادق الإمام الصادق عليه السلام لعمه أبو الفضل فهذه المرتبة وأيضا ستأتينا إن شاء الله بعض الخصار التي شهد بها الإمام سلام الله عليه لعمه أبو الفضل بإذن الله تعالى وبتوفيق منه إن شاء الله سنحاول أن نقف عندها بما يسع به الوقت وبما يتيسر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن يحيي ذكر أهل البيت عليهم السلام وممن يواسي رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم وبالخصوص مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نسأل الله أن يتقبل منا هذه المواساة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته